هذه أبرز العناوين النصير يعترض على استمرار خالي لزيتش مدربا للأسود تسريب فضيحة خطيرة داخل جامعة القجع والمنتخب المغربية جامعة الكرة تفرد تحول الأندية إلى الشركات وتطالب بخلق أجواء هادئة للمنتخب الوطني والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس النصير يعترض على استمرار خالي لزيتش مدربا للأسود كشف مصدر جامعي حسب موقع MFM Sport أن السعيد النصيري العضو بالمكتب المدير للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اعترض على استمرار البوسني وحيد خالي لزيتش مدربا للمنتخب الوطني وطلب النصير في إحدى تدخلات خلال الاجتماعي الجامعة الأخيرة بتوجه رسالة شكر لخالي لزيتش وتوديعها واقترح العضو الجامعي على بقية الأعضاء بالانفصال عن وحيد وترك الفرصة لمن يستحقها وهو المعطى الذي لاقى تجاوبا كبيرا من الحاضرين وأيد باقي أعضاء المكتب المدير للجامعة هذا المقترح مطالبين على ضرورة خلق أجواء هادئة للإستعداد الجيد للمنتخب الوطني كما أشار بعض المتداخلين أن مواصلة البوسني خالي لزيتش مدربا للأسود سيؤدي للمحالة إلى مشاكل بالجمل بينه وبين بعض اللاعبين قبل وأثناء كأس العالم تسريب فضيحة خطيرة داخل جامعة القجع والمنتخب المغربي فجر مصطفى حجي المساعد السابق لمدرب المنتخب الوطني معطيات وتفاصيل متيرة تتعلق بقرار الاستغناء عن خدماتها من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفق ما نشر موقع لوديسك من خلال رسالة الطرد التي توصل بها حجي من طرف الجامعة بتاريخ التاسع والعشرون من يوليوز الماضي حيث استندت إدارة الجامعة في قرارها بطرد الدولة السابق من عملها إلى وقوعه في خطأ جسيم نظرا لتغيبه بدون مبرر عن مكان عملها منذ الثامن عشر من الشهر ذاتها ما منعه من الحصول على أي تعويض عن نهاية الخدمة وذكرت ذات المصادر أن مساعد وحيد خلال الزيتش السابق وطيلة السنوات التي قضاها ضمن الإدارة التقنية للمنتخب لم يكن مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللتأمين الإجباري عن المرض رغم عمله مع الجامعة منذ أزيد من ثماني سنوات هذا ونفى مصطفى حجي ارتكابه لأي خطأ جسيم والذي بررت به الجامعة قرار فصله عن العمل مشيرا إلى أن تغيبه عن العمل كان مبررا بالسبب إجرائه عملية جراحية قدم على إترها شهادة طبية للاستفادة من عطلة مرضية يذكر أن مصطفى حجي وطيلة السنوات التي قضاها داخل المنتخب الوطني كمساعدة للمدرب كان يتقاضى 30 مليون سنتيم شهريا جامعة الكرة تفرد تحول الأندية إلى شركات وتطالب بخلق أجواء هادئة للمنتخب الوطني تدارست الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نقاطا هامة تهم الكرة الوطنية وذلك خلال الاجتماعي للمكتب المديري الذي انعقد أمس بمقر الجامعة وحسب بلاغين صادر عن الجامعة فإن رئيس الجامعة فوز القجعة استغل هذا الاجتماع بالتهنئة المكتب على الإنجازات التي عرفت الكرة الوطنية هذا الموسم بداية بالمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بعد تتوجهه بلقب البطولة العربية التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية وكذا المنتخب النسوي الذي ضمن مقعدا في نهائية كأس العالم التي ستحتضنها أستراليا ونيوزيلاندا ومنتخب كرة القدم النسوي لأقل من 17 عاما بعد تأهوله لكأس العالم التي تستضف والهند إلى جانب تتوجي الويداد الرياضي بعصبة الأبطال الأفريقية ونهضة بركان بكأس الكونفيدراليا الأفريقية وقدم انقجع الشكر للمساهمين في إنجاح النسخة الثانية عشر من منافسات كأس إفريقيا للسيدات التي احتضنها المغرب بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء وأكيدا أن الجماهير المغربية لعبت دورا كبيرا في إنجاح هذه البطولة بعدما حطمت كل الأرقام وجعلت العديد من الوسائل الإعلامية تتحدث عنها كما تم مناقشة الوضع الراهن للشركات الرياضية بالنسبة للبطولة الاحترافية في قسميها الأول والثاني بعرض من عبد السلام بالقشورة حيث تم الاتفاق على تفعيل كل بنود إنشاء الشركات مع إرسال مذكرة لكل الأنديل تحول العقود الرياضي القديمة من عقود الجميع إلى عقود الشركات ولن يتم تسليم الرخصة في حال عدم تطبيق القوانين المعمول بها وأكد القجع أن الجامعة ستوفر جميع الإمكانية للمنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية وتشريف كرة القدم المغربية في نهاية كأس العالم كما أشار إلى ضرورة خلق أجواء هدئة للفارق الوطنية من أجل الاستعداد الجيد لهذه المنافسة دون الحديث عن مستقبل الناخب الوطني وحيد خلع لزاتش ودع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى التعاون مع المدير التقنى الجديد البلجيكي كريزوان بوافيلد مبرزا أنه ستكون هيكلة جديدة لبعض الفئة السنية السيدات لأقل من 15 عاما نور الدين أمرابط يتفاعل مع تزال كريم الأحمدي مصار مدهي الأخي تفاعل الدولة المغربية نور الدين أمرابط المحترف في نادي أيك أتين اليونانية تفاعل مع تزال مواطنه كريم الأحمدي ونشر أمرابط صورة تجمعه مع الأحمدي عبر خاصية ستوري في موقع انستغرام أعلق عليها بالقول مصار مدهي الأخي ومعلوم أن كريم الأحمدي قرر وضع حد لمسيرته الكروية بعد مصار مميز لعب من خلاله لعدة أندية وشارك مع المنتخب الوطني المغربي في عدة محافي الكروية الرجاء يتعاقد رسميا مع الصبار ولهذا السبب تخلف اللاعب عن التقديم تعاقد المكتب المسير لنادي رجاء رياضي لكرة القدم برئاسة عزيز البدراوي مع اللاعب وليد الصبار العائد من تجربة احترافية بنادي الإمارات الإماراتية الذي دفع عن ألوانه الموسم الماضي وذكر معوقع سبور أن رئيس فريق رجاء توصل إلى اتفاق النهائي مع الصبار يقضي بأن يدفع الأخير عن ألوان النصور بداية من الموسم الكروية المقبل لوقع اللاعب على عقد انتقاله إلى الرجاء بشكل رسمي ووضحت المصادر نفسه أن الرجاء كان قد اتفق مع الصبار على جل التفاصيل المتعلقة بالعقد يوم الاثنين الماضي غير أن اللاعب لم يوقع على العقد بشكل رسمي أنداك ما دفعه للتخلف عن الندوة الصحفية لتقديم الوافدين الجدود التي نظمها الرجاء بملعب الوزيس يوم الاثنين ويعتبر الصبار من أبرز اللاعبين الذين تعاقد معهم الرجاء في الميركات الصيف الحالية علما أن اللاعب يعتبر منتوجا خالصا للرجاء الذي ترارع في فئتي العمرية قبل أن يلتحق بالفريق الأول ويلتحق بعدها بنادي أولمبيك أسفي ثم الإمارات الإماراتي الذي لعب له الموسم الماضي هذه أبرز العناوين النصيري يعترض على استمرار خالي لوزيتش مدربا للأسود تسريب فضيحة خطيرة داخل جامعة القجع والمنتخب المغربية جامعة الكرة تفرد تحول الأندية إلى الشركات وتطالب بخلق أجواء هادئة للمنتخب الوطني